يظل الكبير كبير بعد مشاركة مخيبة لهذه الأسطورة في كاس العالم 2022 والذي ربما كان آخر منديال ليه وإحتمالية ناس كتير جدا بأنه هيعتزل دوليا رجع وتواجد الأسطورة كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي ومهاجم النصر السعودي رجع على رأس قائمة منتخب البرتغال الاستعدادة لمواجهتين لاشتنشتاين ولكسنبورج في التصفيات المؤهلة لأورو 2024 واختار البلجيكي روبرت مارتينيز قائمة الأولية لمنتخب البرتغال اللي شهدت عديد من الأسماء العائدة أبرزها ديجو جوتا مهاجم ليفر بول الإنجليزي اللي راجع من إصابة بعد غياب عن نهائيات كاس العالم في قطر 2022 طبعا منتخب البرتغال هيلتقي مع الاستنشتاين يوم 23 مارس الجاري على ملعب جزئة البلادي في لشبونا ثم هيحل ضيفا على لكسنبورج يوم 26 مارس ضمن تصفيات اليورو اللي بتضم مجموعة البرتغال فيها كل من آيسلندا وسولفاكيا والبوسنا والهارسك طبعا هيتبقى ممكن تبقى بالنسبة للمنتخب البرتغالي مجموعة سهلة طبعا فاكرين كلنا آخر مبرارة اسمية المنتخب البرتغالي كانت في كاس العالم ضد المنتخب المغربي الشقيق وانتهت بخسارة المنتخب البرتغالي بهدف دون رد وودع على إثر هذه الهزيمة نهائيات كاس العالم 2022 في قطر من الدور ربع النهائي في فرنسا تفجرت مفاجأة كبيرة في الساعات الأخيرة بخصوص حقيقة مغادرة الأسطورة ليونال ماسي ميران فريقه بارسان جرمان بعد خلاف مع مدربه كريستوف جالتيه على عكس طبعا تأرير كتير جدا فبحسب جيت فرانش فوبول نيو فإن ميسي غادر ميران بارسان جرمان بعد شكوى من إصابة عضلية وأوضح تأرير أن ميسي غادر ميران بسبب الإصابة على عكس تأرير اللي أشارت لدخوله في أزمة مع المدرب جالتيه وأشار تأرير إلى أن الشكوك بتحوم حول جاهزة ميسي لخوض مواجهة بارسان جرمان ضد رين بكرة ضمن منافسات الدوري الفرنسي بدورها أوضحت إذاعة مونتو كارلو الفرنسية في وقت سابق أن ميسي في طريقه للتوصل على اتفاق حول تجديد تعاقده مع نادي الباريسي اللي بينتهي تعاقده معه بنهاية الموسم الجاري مع وجود بندب أحقية التمديد لموسم جديد شريطة موافقة الطرفين ده طبعا بيجي بالتواكب مع الخبر اللي كشفت عنه صحيفة مركة الإسبانية بخصوص نية نادي الهلال السعودي لتقديم عرض من أجل التعاقد مع ماسي في الموسم المقبل براتب سنوي مقدر بـ 220 مليون يورو ودي نفس القيمة اللي بيحصل عليها كريسيانو رونالدو في نادي الناصر السعودي ولكن والد ماسي والسيد خورخي ماسي نفى من ساعات عبر حسابه على انستجرام هذا الكلام وقال عليه أن دي مجرد أكاذيب شكرا